مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم السلام عليكم ورحمة الله بدورات إعداد المدربين يطلبون من المدرب إذا دعي إلى محاضرة أن يسأل من هو الجمهور الجمهور مهم جدا للمدرب لكي يعرف كيف يتعامل مع الناس ومع ذلك كثير من المدربين لما يذهبوا إلى المحاضرة يجدون أن تفاعل الجمهور لم يكن كما توقعوا فينظرون في أعين الناس ويغيرون أسلوب المحاضرة أو حتى الكلمات التي كانت معدة لهذه المحاضرة فالذي يتكلم مثلي من وراء الكواليس يعاني من هذه الصعوبة لا يعرف ومع من يتكلم من الجمهور الذي يسمع فلما بدأت تتوالى علي الأسئلة سحلت علي كثيرا من العناء في اختيار الموضوع الموضوع الذي جاءني جاءتني مجموعة كبيرة من الأسئلة أنا أخذت الصراحة حسب ترتيب قدومة وليس حسب أهميتها فأنا سأبدأ معها وأن شاء الله كل ما جاء سؤال نتابع معا في الموضوعات التي تهم السوريين في الداخل والخارج السؤال الأول الذي جاءني عن التفاؤل والإحباط يقولون أنه يعني حاجة تتكلموا عن التفاؤل أنه هذا يحبطنا ويزعجنا أنه أنا تفاؤل ونحن نعيش في أوضاع سيئة جدا أنه الأوضاع في سوريا سيئة وكل ما لها إلى أسوأ وإلى أسوأ وإلى أسوأ يقولون أنه نحن ما عنا فقط مشكلة الحرب عنا مشكلة تانية اللي هي مشكلة الفقر البطالة الجوع الحصار أشياء أخرى أصبحت موجودة في المجتمع الفساد الأخلاقي الفساد الاجتماعي الرشوة هذه الأشياء وفوق العالم كله تآمر على سوريا ودول لها باع في الإجرام وفي الإعداد والتخطيط ومعها أسلحة متطورة فأين التفاؤل؟ أين التفاؤل؟ كيف تتكلمون لنا عن التفاؤل؟ ونحن نعيش في هذه الأوضاع السيئة جدا هلأ طبعا لو نظرنا بالمنظار الذي ينظرون به نقول أنه والله مع عنحاء فعلا الأوضاع سيئة والأمور ليست جيدة ولكن نحن حين نتكلم عن التفاؤل لا نقصد أن نقول للناس عيشوا في أحلام وردية أو والله أنسوا الوضع السيء اللي أنتم موجودين فيه واتفائلوا بالنصر بهذه الأشياء نحن نتكلم من الواقع كما نقول دائما أنه في أشياء مهما كان الوضع سيء تدعو إلى التفاؤل وفي أشياء أخرى تدعو إلى التشعم لما يتكاتف المشكلات والمصائب على الشعب ما الذي يحدث؟ لا يرى هذه الأشياء التي تدعو إلى التفاؤل يكون فقط منصرفا إلى البطالة وإلى الجوع وإلى الحصار وإلى الهدم وإلى التهجير نحن هنا هدفنا كما يقولون أنه بس نشوف نصف الكاسة الملآن لا فقط ننظر إلى التشاؤم ونشعر بالإحباط أما الأشياء التي الدراسات اللي بتقول أنه والله حيسقط النظام بعد شهرين أو بعد سنة أو هاي الملحمة الكبرى هاي الأشياء معهم حق الناس أن يتشاؤموا منها أو يتضايقوا لأنها في علم الغيب نحن نتكلم عن غيبيات ما في عنا أي دليل عليها لكن لما يكون أنا الآن أمامي واقع أراه بعيني وأقول للناس أنا بس أطلب منكم أنه لا تظلوا تركزوا على الأشياء السيئة دعونا ننظر إلى المبشرات هلأ المبشرات موجودة على أرض الواقع المبشرات موجودة بالتاريخ لو رجعنا للتاريخ يقول راغب السرجاني أن الظروف التي تمر بها سوريا الآن والناس أنا طبعا أهتم بالناس الآن لا أهتم بالوضع السياسي أنا أهتم بالوضع الاجتماعي هاي الظروف نفسها تكررت أيام الحروب الصليبية يعني 200 سنة والناس يمرون بما يمر به الآن الشعب السوري والشعوب المجاورة له مناء الحصار ومناء التفقير ومناء التجويع وكمان كان نفس الشيء في سيطرة للدولة الشيعية كانت الدولة الفاطمية تسكن في مصر كانت ساعتها دولة قوية لها تأثيرها ولها نفوذة على الناس فما الذي حدث؟ الذي حدث أنه بعد 200 سنة مناء العناء ومناء الصراع سقطت الدولة الشيعية ولم يعد لها وجود صحيح الحروب الصليبية يمكن حققت مكاسب أكتر مما حققوا المسلمون وأثرت على العالم الإسلامي ومن بعدها صارت تغييرات كبيرة جدا ولكن أهم شيء أنهم أسقطوا هذه الدولة الشيعية هل تعرفون أن الأزهر الشريف لما بني بناه الفاطميون وبني ليكون منبرا لبث المذهب الشيعي في البلاد؟ انظروا كيف تحولت مصر إلى المذهب السني وكيف تحول الأزهر أيضا يعني ليس الآن الآن أصبح مباعا إلى السلطة ولكن قبل الآن كان منبرا عظيما يخرج منه كبار العلماء فإذن نحن نريد التفاؤل نريد أن ننظر إلى هذه الأمور الواقعية وليس إلى أمور خيالية طب يمكن قضية الحروب الصليبية قضية قديمة تقولون أنه مر عليها زمن طويل والدنيا تغيرت طب خلينا نحكي الآن عن ما حدث في لبنان لبنان القطر الشقيق المجاور لنا ألم يتعرض لحرب فضيعة؟ وقع في حرب فضيعة هلأ يقولون حسب الأحصائيات؟ يعني أنتم تعرفوا أن الأحصائيات عنا في العالم العربي ضعيفة وليست قوية لكن الذي استطعت أن أحصل عليه في الإنترنت بعد بحث شاق أن 83% من مدينة بيروت تهدم في الحرب اللبنانية طب بعد ذلك ماذا حدث؟ ألم تعمر من جديد مدينة بيروت وتعمر لبنان كلها؟ ألم ترجع بلدا آمنة مطمئنة؟ ألم ترجع إليها السياحة؟ صح الحكومة لم ترجع كما نريد ولم تكون بلد كما نحب ونشتهي لكن في الآخر رجعت بلدا آمنة مطمئنة يعيش فيها الناس بأمان حتى الدليل أنه الآن السوريين أصبحوا يجدون فيها الملاز والأمان ويهاجرون إليها هربا من جحيم سوريا وما يحدث فيها فإذن الأمل موجود لو البلد وصلت إلى وضع سيء جدا ولو تهدمت ولو سيطر عليها الفساد وسيطر عليها الهدم وسيطرت عليها أشياء كثيرة لكن نرجع نطمئن ونقول أنه هذا إلى زوال لا شيء في الدنيا يستمر ويبقى كما هو إلى الأبد فنحن الآن ننظر إلى هذا المنظر فنقول أنه نحن متفائلون أيضا ما زال في مبشرات لماذا ننساها؟ لماذا ننسا أنه ما زال قسم كبير من الأراضي السورية محرر؟ ما زال كثير من الناس مصممون على الاستمرار في هذه الثورة المباركة إلى النهاية ما زال أناس كثيرون يعملون بجد ونشاط لم يصل إليهم الإحباط لم يصل إليهم اليأس ما زالوا يخططون ويدفعون الأموال ورغم كل الحصار الذي نحن موجودين فيه فإذن يجب أن نتحل بالتفاؤل أن ننظر إلى الأشياء الإيجابية وأن ننضي في هذا الطريق لأنه ليس لدينا طريق غيره نحن أصبحنا مثل طارق بن زياد البحر من ورائنا يلي هو النظام ومن أمامنا الدول الغربية كلها وكل متمالئ على هذه الثورة فما عد أمامنا أصلاً أي خيار غير أن ننضي فيها فإذن يجب علينا أن ننضي فيها ونحن واثقون بالنصر لا شيء يؤدي إلى النجاح إلا التصميم على النجاح فيجب إذن أن نؤمن بأنه إن شاء الله سننتصر ولو بعد حين وأن ننضي لأنه ليس أصلاً أمامنا سوى هذا الطريق وهذا الطريق إن شاء الله أنه صح وإن شاء الله أنه آخره في منه فائدة وفي منه النصر الذي نبتغي القضية الأخرى بالنسبة للتفاؤل أنه نحن لا نعلم متى يأتي النصر أحياناً فجأة تحدث أشياء فتؤدي إلى قلب الموازين فيحدث النصر هاي كتير نقطة لصالحنا لكي نتفاؤل هلأ النصر مثل أسعار الزهب أسعار الزهب لا أحد يعرف عنها أي شيء تعلو وطهبط حسب مقاييس عالمية لكن نحن لا نستطيع التكاهم بها نهائياً كمان الأمر الآخر الغريب جداً أنه النصر يأتي من رحم اليأس يعني لما يفقدوا الناس السيطرة ويفقدوا الأمال ويعيشون في خلص يعني أنه لم يبقى أمامهم أي شيء سوى الالتجاء إلى الله فجأة يأتيهم النصر هذا أمر ملاحظ جداً كنت أنا أستغرب منه لما أقرأ في القصص أنه ليش دائماً عقدة القصة تتعقد تتعقد بآخر صفحة من القصة نجد أنه أتى الفرج على البطل أو على البطل لكني بعد ذلك وجدت هذا في القرآن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فهكذا سنن الحياة الدنيا أنه لما نيأس في آخر دقيقة يأتينا النصر فنحن يجب علينا أن ننتظر وأن نتفائل بهذا النصر لأننا لا نعلم متى سيحل علينا ومتى سنتخلص من هذا النظام والنقطة الأساسية لأنا قلت أنه نحن ليس أمامنا خيار إلا المقاومة هلأ ماذا نستطيع أن نفعل سوى المقاومة الآن لو أبقفنا هذه الثورة أولا هل نستطيع إيقافة يعني هل نعرف من الذي بدأها لكي نقول له والله من فضلك إذا سمحت نحن وجدنا أنها السورة غير ناجحة وقد تسببت لنا بمشكلات كثيرة وتهدمت دورنا ولم نحسب هذه الحسابات ممكن نحن نوقفها لا نستطيع إيقافة لأنه دخلت فيها أطراف كثيرة جدا وهذه الأطراف كلها أصبحت مقتنعة بأن هذا النظام من غير المعقول أو المقبول أن يبقى لما بدأت السورة من الذي بدأها بدأها الشعب كله معا صحيح أنه والله بدأت بأولاد في درعة لكن من الإنسان من الشخص الذي قادها لا نستطيع أن نصل إليه الآن لو أردنا إيقافة هل يوجد شخص معين أو مجموعة أو مؤسسة نذهب إليها ونقول والله وجدنا أنه نحن على خطأ فتوقفي الآن لما أرادوا أن يفاوضوا النظام لم يجدوا من الذي يتفاوض معه لأنه لا يوجد الرؤوس الآن التي تعمل كثيرا والمناضلون كثيرون والمجاهدون كثيرون والناس المتفاعلون مع الثورة كثيرون فإذن يجب أن ننضي في هذا الأمر ويمكن ما في داعي نكرر أن أنصاف الثورات هي مقابر الآن لو وقفت الثورة ماذا سيحل بنا أكيد النظام سيقول أنه والله أنا كنت أمسك هذه البلد بقبضة من حديد وعملت جهدي أني أهجر العقول والأخرى أضعها في السجن والأخرى أكبل يدها ومع ذلك قامت هذه الثورة العظيمة وأكثر الشعب غير راضي عن هذا الحكم طب الآن سيحكم بحكم بوليسي مضاعف ستكبل الحريات أكثر سوف يستبيح الناس أكثر خاصة بعد أن أخذ الضوء الأخضر من الدول الغربيين يعني من قديم أمسك الناس وعذبهم لكن كان هيك على وجل بالخفاء لكن الآن لم يعد هناك أي شيء خاصة بعد ما اخترعوا لنا قضية الإرهاب وبسيف الإرهاب أصبحوا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء لهذا الشعب المسكين فنحن ماضون في هذه الثورة وخاصة بعد ما رأينا مما فعله النظام في البلد يعني بعد 30 سنة ميناء الحكم أشياء كثيرة تغيرت أكيد لو بقي الحكم 30 سنة لن تبقى الأمور على ما كانت عليه أكيد ستمشي إلى أسوأ وسيكون وضع الناس من ناحية الفقر من ناحية الاقتصادية من الناحية الاجتماعية أيضا أسوأ بكثير فالشعب لن يرضى بإيقاف هذه الثورة فدعونا نتفائل ودعونا ننضي بها لأنها قرار صحيح وقرار خلص يعني إن كان صحيح أو غير صحيح هذا الطريق لهو اتجاه واحد لا يمكن العودة منه أبدا فهذا جوابي على قضية التفاؤل والإحباط أيضا كمان صحيح التفاؤل له كتير أهمية على النفس البشرية حتى بيقولوا إنه هو من السنة إنه لو الإنسان دخل على شخص مريض وهو يعرف إنه ما في أمل منه من السنة أن يحاول أن يعطيه أشياء إيجابية إنه إن شاء الله خير إن شاء الله بتشفى إن شاء الله بتتحسن إن شاء الله الطبيب اللي عم يعالجك جيد يعني التفاؤل له آثار رائعة جدا على العقل وعلى النفس بعد دراسات حديثة توصلوا إلى هذا وقالوا إنه له أثر أيضا بالشفاء كتير ناس كانت أحوالهم ميؤوس منها لكن بعد ما أخذوا هذه الجرعات من التفاؤل تبدلت حالهم وعاشوا بعدها سنوات طويلة وشفوا من الأمراض المزمنة فالتفاؤل بالآخر لا يأتي إلا بخير فدعونا نتمسك به فهو أفضل طيب ننتقل إلى السؤال الثاني الذي جاءني هذا السؤال جاءني على الفيسبوك وجاءني بالعامية أنا حأقرأه كما جاءني واحدة تقول لي إنه عرس أخيها بعد فترة قليلة بعد أيام قليلة فكتبت لي هيك بالعامية تعرفي البلد عنها ما في داعي أشرح لك يعني أصدى المآسي والأشياء الموجودة فيه عرس أخي بعد كم يوم وأنا مو راضي أحضر بسبب الأحداث والله الواحد ما له قلب يظهر فرحه يا ترى معي حق زعي الأمي ولا ما لي حق انصحيني شو أعمل الكل عمي هاجمني ما عاد أعرف شو أعمل على قولت إنه كله عمي إلا شو لح تغيري ما حدا عم يفهم علي المهم إنه السؤال فيه إلو أشياء تانية إنه والد تزعلت يعني التفصيل بقى إنه والد تزعلت منها بدايها تحضر العرس دون يعملوا عرس بطريقة عادية تماما مثل ما بينعمل أي عرس في الأيام العادية دقوا رأس ويروحوا على الصالون ويلبسوا أجمل الملابس ويدعوا الناس كما يدعونهم دائما وإلى طعام وشراب فهي البنت عندها حس إنساني رفضت وعم تسألني ماذا تفعل هي بنت صغيرة الحقيقة أنا أول شيء أحيي هذه البنت وهذا ما كتبته لها على الفيسبوك هلأ نحن لا ننكر إنه الحياة بدا تمشي بدا تستمر حتى بالمناطق المنكوبة والمحاصرة الناس عم يتزوجوا الناس عم يأكلوا الناس عم يشربوا الناس عم ينجبوا أولاد لكن الفرق إنه الحياة ما لازم تستمر متل ما كانت من قبل لازم يصير فيها أي تغيير وعلى فكرة التغيير اللي أنا عم طالب فيه ما له كتير تغيير عجيب وغريب هلأ نحن من زمان كيف كانت أعراصنا؟ كانت أعراصنا بالبيت يعني بيكون عندهم صالون صغير بيعملوا فيه العرس أو صالونين مفتوحين على بعض هاي كانت طبيعة أعراصنا في دمشق قديما قديما يعني بس قبل 30 سنة أو ممكن على سطح البناء إنه يضللوا بمظلات وبيعملوا عليه كمان عرس عادي وكانوا يقدمون بالصيف البوزة وبالشتة كشك الفقرة وهي هي كانت القصة كلا ياتا فإذن أصلا هاي الطريقة بالأعراص واستئجار الصالات والبذخ فيها كله هذا دخيل على المجتمع السوري ما كان معروف من قبل فأنا حين أطالب بتغيير بسيط أطالب بالعودة إلى الطريقة القديمة التي ألفناها وتعودنا عليها والله كانت جميلة كانوا يجوا يحضروا كل المقربين الجيران الأهل ونصير عرص ظريف وننبسط فيه ونرجع باكرا على بيوتنا وكل شيء ينتهي على خير وسلامي فهي الطريقة الجديدة أنا أصلا أرفضة وما عادت مقبولة فكيف إذا كان الوضع الآن في سوريا على حاله هلأ معقول نحنا عم نقول للناس في عنا نكبة وعنا مصيبة بعدين لما يجوا العراسنا يلاقوا كل شيء طبيعي وعادي يعني نحنا عم نرقص ونغني ولا كأن المدينة اللي جنبنا بجوارنا تمام فيها فوضى وفيها قتل تعرفوا أنه لبين ما ينتهي كل عرص يعني خلال ساعتين من الزمن بيكون انهدم بيتين أو ثلاث أربع بيوت بيكون مجموعة من الأشخاص فقدوا أطرافهم وفقدوا مثلا ممكن عين أو أصيبوا بجراح مزمن لا يمكن علاجة أبدا تعرفوا أنه خلال هالساعتين ممكن يكون مات عشرين أو ثلاثين شخص فإذا أعراسنا بحاجة إلى إعادة نظر بحاجة لأن نشعر بالناس الآخرين الموجودين معنا لو بنعمل عرص بنعمله بطريقة بسيطة بنعمله بدون كل هذا الموسيقى والاحتفالات يعني ممكن لما تدخل العروس ممكن نرضى بقليل من الموسيقى وقليل من الرقص لكن القسم الأول من العرص قبل أن تدخل العروس لازم يكون مجرد لقاء لقاء ناس اجتمعوا صح لهم أنهم يجتمعوا مع الحصار ومع الضغط ليتبادلوا الأخبار كل واحد يعرف عن الثاني شو عم يصير معه شو أخبار أهله اللي بقت سيّة شو أخبار أهله اللي بالريف شو أخبار أهله اللي بالمنطقة المنكوبة شو أخبار أهله اللي بالمنطقة اللي مع النظام شو صار مع فلان هو عمير عند الحاجز فلان اللي انخطف طلع ولا ما طلع فلان اللي دفعوا له دية الفلان اللي اجوا اخدوه من عند باب بيته عساس انه خمس دقائق رجع ولا ما رجع فنحن اصبحنا بحاجة لان نتبادل هاي الاخبار نعرف شو عم يصير نهتم بامر الناس مو والله بس رايحين لحتى ننبسط ونرقص ونسمع موسيقى وناكل بوزة وناكل اكل ولا كأنه في شي موجود ببلدنا مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم واما على قولتها بقى انه ما حدا مهتم انه كان والدتا كانت عم تقلة للفتاة هي لتقنعها بانه تحضر عرس اخوها انه شو حتغيري انتي بهالدنيا كله عادي وكله عم يعمل عراس وكل المناطق في عراس هلأ مرات مو المهم انه الانسان يغير المهم بس انه يكون متعاطف يعني التعاطف كتير مهم حتى انا كتبت لها لهي البنت قلت لها لو اختك الان معها نوبة بالكلا ومتوجعة وجع شديد جدا جدا وانتي خطر على بالك تشعلها المسجلة بالبيت وتعدي ترصي بكون هذا موقف يعني معقول او منطقي او بيتناسبوا هدول الموقفين مع بعضهم قالت لي لا والله فقلت لها المهم انه الناس يكونوا على قلب واحد يعني يكون في عندهم تكافل اجتماعي يشعروا ببعضهم خاصة انه الشي اللي عم يصير متل ما لاحظنا ما عم يتوقف عند مكان واحد يعني عم ينتقل من مكان لمكان لمكان هلا لما بدأت السورة كان بالاول بص حمص كانت حمص الوحيد اللي محاصرة حمص الوحيد اللي عم يتأتلوا الناس فيها ويعتقلوا كان بقية المناطق نوعا ما ماشي حالة لو فيها اعتقالات كان كله على الخفيف كان كله على هدوء شو حسبوا اهل سورية؟ حسبوا انه حيبقوا دائما بامان وباطمئنان حتى كان فيه كتير انتقادات عم توجه لأهل حلب ولأهل دمشق انه قاعدين عم تتفرجوا وكذا وبعدين دارت الدائرة حلب صارت وضع فظيع جدا حتى هلا عم يشتكوا انه المناطق الشرقية منها طب ما فيها اي شي ما لا عم تقوم على النظام قاعدة بامان الله يجوا عم يهجروا من المناطقهم وعم ياخدوا اراضيهم لحتى يهدموها ويعمروا فيها ويحتلوها فإذا ما حدا ناجي من هاي القصة نضال ماشية من محل لمحل لمحل فلازم نحنا على الأقل نتكافل على الأقل نشعر طب هاي المصاري تبع العرس كمان ما لا مهمة شو يعني ما لنحن نغير شي يعني هلا إذا أنا وانتي وهي بالآخير ما رضينا نعمل عراس وهي قلنا للناس قلنا يا ناس في عنا قضية هلا هذا ما حينتشر بين اللي موجودين بالبلد أنا لهلا عم اسمع انه فيه ناس بدمشق رغم كل شي للساعتهم يا محايدين يا مع النظام بالمناطق الأخرى من سوريا بحما عم اسمع نفس الكلام طب لما أنا هيك أعمل أضراب ويعرفوا الناس أنه أنا بدي أزوج ابني أو زوج بنتي وما رضيت أني أعمل عرس ما حيتساءلوا هلا دائما الشوزوز بيخلي الناس يتساءلوا أنا لو مشيت مع الناس وقلت ما حاعمل شي مكون عن جد ما عملت شي مكون إنسانة عادية ما قليقين بهذا المجتمع نحنا ما بدنا نكون ناس شخصيتنا قوية ما بدنا يكون نحنا في إلنا رأي وقضية بهذا المجتمع لازم نحنا يكلنا رأي ويكلنا قضية فلما أنا أقول للناس أنا ما عملت عرس ابني لأني متعاطفة مع الآخرين يمكن بالأول أول شي أكيد حيتضحكوا عليه لما غيري يعملها حيبدو الناس يوقفوا ويتساءلوا إنه هاي معقول الضحي بعرس نحنا بنعرف بنات هالأيام كيف تربوا وبنات هالأيام بالنسبة إلهم أهم شي بالدنيا هو العرس فلما بنت تتخلى عن عرس معناته تخلت عن شي عظيم ليش تخلت عنه حتى بين السوريين نفسهم أنتوا ما تحسبوا إنه بس الناس اللي برات سوريا بحاجة اللي نحكي لهم والله شو عم ما يصير ومين الظالم ومين المظلوم وشو عم يصير جواة المدن والله إنه في ناس جواة سوريا لساعتهم عايشين عيشة عادية بتلاقي ما أصروا بشي إنه بس والله هنم منزعجيني من الغلاء لكن حياتهم مثل ما هي راحين على السوق بتلاقيهم عم يشربوا أرقيلة عم يمشوا بالشوارع أنا مرات بدخل لبعض الصفحات على الفيسبوك باستغرب قاعدة عم تحكي إنه والله الحمد لله أنا نزلت اليوم على طريق الصالحية ولقيت إنه الحمد لله الدنيا بخير والبيعين عم ما يبيعوا والناس عم ما يشتروا وقاعدين بالأهاوي تخيلوا لهلأ الناس قاعدين بالربوي قاعدين بالربوي مبسوطين ولادهم عم يتسلوا ويلعبوا والبلد اللي جنبهم الأصوات اللي عم تجي منها ما عم تنيم الليل والنهار بيقلوا لك إنه الدجات فظيعة صحي تعودوا عليها لكن قالوا إنه بأول رمضان زادت كتير عن حدة مع الانتخابات زادت كتير عن حدة حتى الناس أخيرا بدمشقر تعبوا قالوا إنه ليقوم حتيجي علينا نحنا الآخرين قذائف طيب هلأ على فكرة هذا الحكي أنا عم أحكيه من تجربة هلأ وقت عرس ابني الأول كانت عم تسقط مدينة القصير كان بالنسبة إلي كتير صعبة علي إني أعمل عرس والقصير عم تسقط بعدها لما مرت تاني وقت عرس ابني التاني كمان كانت حمص والخالدية كمان فيها كتير مشاكل كبيرة ووقتها اتسلمت وصار فيها اللي صار تعرفوا وقت عرس ابني قلت لأ أنا ما بماء بدي أعمل شيء جديد كتير الناس استغربوا مني بتصدقوا إنه رفقاتي الحلبيات والحمصيات والحمويات والدمشقيات صاروا يقلوا لي أني ما أخلط الأمور مع بعض إنه بيكفي المآسي اللي نحنا شوفوا طريقة التفكير كمان الغريبة إنه بيكفي المآسي اللي نحنا موجودين فيها جاية أنت تخربي على أبنك وعلى زوجته وتقليلهم إنه بدي يجيب الثورة معي لداخل العرس إنه خلينا نفصل الأمور عن بعضها العرس عرس العرس وضع لحتى نلبس وننبسط وناكن ونشرب وبعدين بعد العرس ممكن نعمل محاضرة أو نعمل بازار أو نعمل أي شيء ونحكي للناس على الثورة نحنا ما وقعنا بالمشاكل يا أيها المستمعون واللي عم تشاهدوني غير قضية الفصل هاي الفصام النكد بين الحياة بين الحياة وبين الدين بين الحياة وبين الإنسانية بين الحياة وبين الشيء اللي عم يصير معنا هو اللي وصلنا له هلأ أنا عملت عرس قلت لهم صحيح الحياة ما بتتوقف ولازم أعمل عرس لكن عملته بطريقة مختلفة وإذا كنتوا عن جد مهتمين بالعرس وبدكون الناس ينبسطوا لما نحنا بنعمل تغيير جديد بالعرس هذا اللي حيخلي الناس يحسوا إنه هذا العرس متميز وما ينسوا لآخر العمر لأنه أنا لما بدي ضل أعمل عرس وجاري الناس أنه بدي عرس ما ينسوا بشو بدي جاريهم بالبزخ بالإسراف لكن لما بعمل شي متميز هذا هو العرس اللي ما بينتسى أنا بعتقد أنه عرس ابني ما حدا حينسى وأنا على فكرة كتبت عنه على الفيسبوك قسمت العرس نصين النص الأول من العرس كان لقاء عادي تماما يعني اللي بيدخل لعندي بيحس أني أنا بس داعي الناس إلى لقاء عادي كان في خلفية خفيفة كتير من أنشيد الثورة السورية وخلال هاي الأنشيد كنت أنا عم استقبل ضيفاتي كان الصوت خفيف جدا فمين ما دخل كنت عم سلم عليه ورحب فيه وكنت عم اسأل عن أخبار الثورة يعني ضيفتي اللي جاية من حمص عرفت منها شو اللي صار وضيفتي اللي جاية من حلب عرفت منها مو بس هيك جلسنا على الطاولات لأنه كانوا عم يجوا الناس أفواجا أفواجا فلما لاقي فتور اجلس مع بعض الناس على الطاولات ويكون فيه على الطاولة جنسيات مختلفة فلسطينية وسعودية وخليجية ومن أي مكان وأطرح الموضوع وشغل اللي قاعدين على الطاولة بالحديث عنه وانتقل إلى طاولة أخرى يعني أنا يوم بتكتير يعمل الدعاية للأوضاع الإنسانية اللي موجودة خلال ذلك كان في مجموعة صبايا بالعرس حضرت لافتات صدقوني لافتات مثل لافتات الثورة السورية كانت نوعين نوع كان نوع من التعاطف مع الثورة كنت عم اتمألس فيها هدول الناس اللي بتعقد جنبي بالعرس وبتقول لي ما عم ننسى ومسكين الناس وما عم ياكلوا يا حرام بعدين بلاقيها تملأ صحنة بالطعام تاكل مني شوي وترمي الباقي ونحنا لسه كنا عم نقول انه الطعام الزائد أنا بعد العرس بدي عبيه ووديه إلى الفقراء لما هي تركطه بصحنة أنا عاد قدر وديه إلى الفقراء فأنا بشوف الناس بس بيبيعوا الشعارات ولذلك كانت اللافتات اللي داروا فيها البنات بالعرس عم تقول إنه لا نريد شعارات لا نريد بس نقولوا يا حرام ومسكين ونحنا متعاطفين معهم نحنا نريد تصرف حقيقي على أرض الواقع بعد ذلك خليت البنات يدوروا بلافتات عن الأعراس نفسها إنه نريد أعراس بدون وجعراس يعني أنا كان عندي كمان ثورة على طريقة الأعراس لحتى يكون العرس متجانس مع الأشياء الموجودة فيه فداروا البنات يطالبنا بأعراس عادية إنه يكون تكون بدون موسيقى بعد ذلك أنا ألقيت كلمة صغيرة جدا لأنه أنا بعرف أنه طبيعة الأعراس لا تحتمل بس قلت فيها أنه لازم نتذكر إخواننا لو الحياة بدأت تستمر وبدأت تمضي لكن رجاء ما تمضي على نفس الوتيرة التي كانت عليها لازم حياتنا كلها تتغير جذري بعدين عملت عرض أيضا عن طريقة الأعراس اللي صارت كلها تقوص مثلها مثل بعضها أصبحت مملة يعني لو ما كان في عنا ثورة لازم نحن نغير كل حياتنا لازم نعمل ثورة على كل حياتنا الاجتماعية فالحمد الله أنه جاءت هاي الثورة لحتى تكون ثورة على ثورة نعمل ثورة على العادات والتقاليد نعمل ثورة على الأعراس نعمل ثورة على الفساد نعمل ثورة على الأخلاق السيئة اللي صارت متفشية بمجتمعاتنا الحقيقة أنه هاي الثورة لازم تغير كتير شي بحياتنا لازم كلنا نمضي فيها حتى نحصل على سورية الجديدة وإلا إذا بقينا محافظين على هالعادات ما حيكون عندنا سورية جديدة لأنه في عندنا كتير أخطاء موجودة في المجتمع السوري انتهى الوقت ما عند أملك غير لكم السلام عليكم ورحمة الله ولا تنسوا أنه إذا عندكم أي أسئلة خلينا نتواصل مع بعض لحتى تكون هذه الأحاديث إن شاء الله مفيدة وإلها أثر بالتغيير اللي عم ننشده والذي نتمنىه بعد هذه السورة الطويلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم